الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم وبقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب مرحبا بكم مرحبا بكم يا أحباب في حلقة جديدة في برنامج قصة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صل عليه صلى الله عليه وسلم اللي لادي بإذن الله تعالى حنعيش مع قصة سميتها قصة رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة اللي لادي مهمة جدا كلنا محتاجنها خصوصا في أيامنا هذه أيام انتشار الأمراض والأوبئة نسأل الله تعالى السلامة والعافية لي ولكم ولكل أحبابنا اللهم أمين يا رب العالمين في صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته في كتاب الطب باب رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام الكبير الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال ثابت فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس رضي الله عنه ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت بلى فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه اللهم رب الناس مذهب الباس إش في أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاءا لا يغادر سقما هذه هي القصة وقد جئتكم بهذه الرقية لنتذكرها سويا يا أحباب ونعيش مع فوائدها وبركاتها ومع من نقلها لنا على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يطبقون ذلك عمليا فيما بينهم فهذه قصة أخرجها البخاري رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه في كتابه الماتع كتاب الطب بواب فيه بابا بعنوان باب رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع فيه هذا الحديث قال الإمام البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعد عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني عبد العزيز ابن صهيب البناني ينقل القصة يقول دخلت أنا وثابت على أنس عبد العزيز ابن صهيب البناني دخل هو وثابت ابن أسلم البناني البصري دخل على سيدنا أنس ابن مالك راضي الله عنه وأرضاه حنتعرف كمان شوية بعد لما قلوك القصة تاني حنتعرف على سيدنا أنس ابن مالك بسرعة ثم نعيش مع فوائد القصة يبقى سيدنا عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري يقول أنا دخلت أنا وسيدنا ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري على سيدنا الإمام الكبير الفقيه الصحابي الجليل سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه فلما دخلنا على سيدنا أنس ثابت البناني قال لأنس ابن مالك اشتكيت يا أبا حمزة يا أبا حمزة اشتكيت يعني أنا عيان تعبان بوجع اشتكيت من الألم والوجع فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه ألا أرقيك برقية رسول الله إيه رأيك أرقيك برقية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت بلى يا ريت جزاك الله كل خير علمني وارقيني برقية رسول الله عليه الصلاة والسلام فرقاه بهذا الدعاء على أنه رقية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الدعاء المعروف المشهور المحفوظ الذي ينبغي أن لا ينسى أبدا بل ينبغي أن يتداول في أيامنا هذه خصوصا وفي حياتنا عموما وأن ننتفع به في رقية أوجاعنا وفي رقية أوجاع أهلينا وأولادنا وأحبابنا ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثابت بلى فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه اللهم رب الناس مذهب الباس إشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس يعني اللهم إني أسألك يا رب الناس أنا أشهد أنك رب الناس وأنا عبدك أسألك يا رب مذهب الباس الباس هو الباس بمعنى الألم أو الوجع أو الشدة يعني يا رب أنت ربي ورب الناس وأنت تذهب الباس يعني تذهب الألم والوجع مذهب الباس إشفي طلب منك يا رب أسألك أن تشفي إشفي أنت الشافي أنت الشافي العلماء برضو بيستدلوا هنا على أنه يجوز أن نقول على الله أنه هو الشافي وأن نسميه باسم الشافي ولهم ضوابط في هذا سنذكرها بإذن الله تعالى في فوائد هذه القصة إشفي أنت الشافي يعني بغي أن تعتقد أن الشافي هو الله جل جلاله فأنت بتخذ بالأسباب وتسعى في طلب العلاج وتروح للدكتور وإذا كتب لك على علاج بتروح تصرفه من أي صيدلية وتأخذ هذا العلاج في مواعيده ولكن أنت تعتقد يقينا أن الشافي هو الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين إشفي أنت الشافي اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم أنزل دواءك وشفاءك اللهم اشفنا بشفائك اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا بعافيتك اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عن مصر وعن بلاد المسلمين كل مكروه وسوء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء وعمنا بسحاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لاغنا لنا عن بركتك يا رب اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين عافنا وأهلينا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمين إش في أنت الشافي تاني ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس إش في أنت الشافي لا شافي إلا أنت في رواية تانية فيها لا شفاء إلا شفاءك لكن اللي معنا هنا في كتاب الطب في باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما بفتح السين وفتح القاف سقما شفاء لا يغادر سقما وينفع العلماء برده يقوله ينفع أن نقول شفاء لا يغادر سقما بضم السين وسكون القاف يبقى فيها لغتين سقما فتح السين وفتح القاف وفيها لغة ثانية ضم السين وسكون القاف الدعوة دي دعوة مبركة ويتعويذة من التعوذات النبوية التي كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعودها وعلمها لأصحابه ونقلها الصحابة ومنهم سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضا تعالوا أرجع لأبطال القصة اللي معانا لنتعرف عليهم ودي من ثمرات وبركات هذا البرنامج المبارك أسأل الله تعالى أن يتقبله في موازين الأعمال وفي موازين حسنات أصحاب هذه القناة والقائمين عليها وفي موازين حسنات الجنود العاملين اللي بيخرجوا لنا الصورة دي لكم يا أحباب وأنتم بتشاهدوا الآن المخرج والمصورين ومساعديهم والصوت وكل من أعانني في توصيل هذه الكلمات المباركة من كلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسماعكم اللهم تقبل يا كريم آمين أبطال القصة البطل الكبير هنا معانا في هذه القصة سيدنا أنس بن مالك واللي داخل عليه سيدنا عبد العزيز بن صهيب اللي بن إلنا القصة مع صاحبه ثابت بن أسلم البناني أبدأ بمن نقل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه خادمه الملازم له حتى مات لازمه من يومي دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنا سوء ابن مالك ابن النضر ابن ضنضم النجاري الأنصاري العقبي رضي الله عنه وأرضاه تاني أنا عايز نحفظ مع بعض وخلي الولادي الأحباب وولادي اللي قاعدين دول بيسمعوني دلوقتي يركزوا معايا نبطل لعب شوية نص ساعة اللي جاية دي علشان نتعلم من سيدنا نبي ونتعلم تاريخ الصحابة هؤلاء أجدادنا اللي المفروض أن احنا نحفظ تواريخهم لأن هذا التاريخ بركة علينا دول أولى من أن احنا نعرف من يدعونا أنهم نجوم المجتمع الآن من الفنانين والمغنين وغير ذلك لا ده احنا النجوم عندنا هم الأنبياء والمرسلين وأحبابهم وأولدهم وأتبعهم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم النجوم عندنا هم العلماء الربانيين اللي بيوصلوننا الكلام كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاولوا يفهمون استنباطات العلماء وراء كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فاحنا النهاردة معانا نجوم من هذه النجوم سيدنا أنس بن مالك ده صحابي من صحابة النبي ومش أي صحابي هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري لأنه من بن النجار الأنصاري لأنه من الأنصار أمه هي أم سليم بنت ملحان وهو قريب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه من جهة النساء من جهة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها جاءت به أم سليم بنت ملحان جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل المدينة وقالت يا رسول الله ما من الأنصار من رجل ولم رأى إلا وقد أتحفك بتحفة فأذل لي أن أتحفك بهذا الصبي الصغير يخدمك اقبله يا رسول الله فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما وكان نعم القادم في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله ووالله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال أنس ووالله ما قهرني ولا ضربني ولا سبني اللهم صلي وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أنس كان شديد المحبة ويستشرف لخدمة النبي يحب النبي أوي أوي وبيحب يخدم سيدنا النبي أوي بيخدم على سيدنا النبي بحب وحين دخل بيت النبي دعا له رسول الله دعوة مباركة وأصابته بركة هذه الدعوة دعا له النبي فقال اللهم أكثر ماله وأكثر ولده فكان من أكثر الأنصار مالا وولدا كان عنده بستنين يخرج في الصف وفي الشتاء حدختين كبيرتين ورأ من أولاده وأولاد أولاده مية حاجة وعشرين ولد فكثر ماله وكثر أولاده رضي الله عنه أرضاه ومات له في حياته من أولاده أكثر من تمانين مات في حياته من أولاده وأولاد أولاده يعني من ذريته يعني كان مباركا رضي الله عنه أرضاه وقد طال عمره فهو ولد قبل الهجرة بعشر سنوات ومات سنة 93 هجرية يعني عاش مية وثلاثة سنة على الصحيح فطال بقاؤه وسيدنا أناس بن مالك ده كان مدرسة يا جماعة وكان عبادا صواما قواما حضر بدرا على الصحيح ولكنه لم يثبت في البدريين لأنه كان صبيا صغيرا وهذا على الصحيح ومن بركات الله تعالى على سيدنا أنس رضي الله عنه أرضاه أنه كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في كل ليلة وهذا كما نقله ابن سعد في الطبقات الكبرى بإثناد رجاله ثقات عن المثنى ابن سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال لي أنس رضي الله عنه وأرضاه ما أبيت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا من رؤية النبي في الدنيا مناما اللهم لا تحرمنا من رؤية النبي في الدنيا مناما اللهم إن حرمتنا في الدنيا صحبته فلا تحرمنا في الجنة صحبته اللهم أدخلنا الجنة مع أول الداخلين اللهم ادخلنا الجنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا بسيدنا النبي في الفردوس الأعلى برحمتك يا ارحم الراحمين من بركات الله تعالى على سيدنا أنس أنه كان يرى النبي في المنام كل ليلة يا جماعة يعني انتخيلوا بقى مدى الهنة اللي فيه سيدنا أنس وأيضا مدى المحبة التي غلبته وملأت قلبه من شدة المحبة ومن شدة تأثره بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن شوقه للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من دينه وقوة إيمانه أن الله عز وجل يكرمه في كل ليلة يرى فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام سيدنا أنس بن مالك كان من المكثرين في الرواية عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواعا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 2286 حديث اتفق البخاري ومسلم له على 180 حديث سيدنا الإمام البخاري انفرض بـ 80 حديث وسيدنا الإمام مسلم انفرض له بتسعين حديث يبقى 80 عند البخاري 90 عند الإمام مسلم وغير التمانين والتسعين دول يعني 170 دول لوحدهم انفرادات في بقى 180 حديث متفق عليهم عند البخاري ومسلم وغير هذه الأحاديث مسنده فيه 2286 حديث هذا تاريخ يا أحباب ولولا اننا خايف ان الحلقة تخلص من غير ما توقف مع فوائد وبركات ما علمه لنا أنس من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأطلت النفس في الكلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اللي داخل على سيدنا أنس اللي داخل على سيدنا أنس هنا في القصة هو ثابت ابن أسلم البناني أبو محمد البصري وثابت البناني هذا من تلاميذ أنس بل من أشهر تلاميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وكان أثبت من قتاده في أنس رضي الله عنه وأرضاه يعني كان من أمهر وأشتر وأحفظ تلاميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ده عشان إحنا نحس أنا بقولك الكلام ده ليه بل إلا كلام السادة العلماء علشان نحس بالقرب معنى ذلك أن ثابت ابن أسلم البناني كان من التلاميذ المقربين أوي لأنه كان تلميذ شاطر عند سيدنا أنس بن مالك كان حافظا ثقة ضابطا متقنا ودخل معاه صاحبه في الطلب قرينه في الطلب اللي هو سيدنا عبد العزيز بن صهايب عبد العزيز بن صهايب ده مات سنة 130 أما ثابت ابن أسلم البناني مات على الصعيح سنة 123 هجرية وفي سنة 123 هجرية ما تنساش المعلومة ديها يا حبيب وادعي لي بهذه المعلومة سنة 123 دي مات فيها ثلاثة من الأكابر العمالقة في التعبد سيدنا ثابت ابن أسلم البناني سيدنا مالك ابن دينار سيدنا محمد ابن واسع تاني سيدنا ثابت ابن أسلم البناني اللي معنا هنا في قصة الليلة هو وسيدنا مالك ابن دينار مشهور المعروف العباد الزهاد وسيدنا محمد ابن واسع مجاب الدعوات الذي كان معروفا بإجابة دعواته الثلاثة دول مات في سنة واحدة سنة 123 هجرية يدخل سيدنا ثابت ابن أسلم البناني على شيخه فيقول له يا شيخنا يا أبا حمزة وفي رواية يا يا أبا حمزة يعني بيحز في الهمزة يعني زي ما احنا بنقول كده يا أبا فلان فودخل عليه أيضا يناديه بالأبوة هذا معنى ومعنى تاني أنه يكنيه يا أبا حمزة يا أبا حمزة اشتكيته وده فيه احنا نتعلم منه احترام التلميذ لشيخه وأن من الاحترام أنه كان الشيخة وهذا يعد من توقير التلميذ لشيخه يبقى مهما كبر التلميذ مهما على كعبه ما يكبرش على شيخه اللي علمه رباه وقدبه وحفظه فيقول له يا أبا حمزة اشتكيته يعني اشتكيته ألما أو واجعا وأيضا هنا برضو فائدة أنه لما يكون عندك مشكلة ارجع لحد يكون عندك حسن ظن به أنه هو حيساعدك في حل المشكلة دي فعلا ما تعرضش المشكلة على أي حد والسلام لا وإنما اعرض المشكلة على من تحسن الظن به أنه سيساعدك في حل هذا الإشكال وأولى الناس في عرض أوجعنا عليهم عشان يقربونا وقت الألم والواجع والشدة يقربونا ربنا هم العلماء لأن إن لم يكن العلماء هم اللي يقربونا ربنا وقت الأوجاع وقت الألام وقت الهموم والأحزان فمن يقربونا إلى الله إذن فجي للشيخ بتاعه ويقول له يا سيدنا أنا اشتكيت يا أبا حمزة بي وجع وألم شديد جدا ما تشوف لي حل يا سيدنا سيدنا أناس بن مالك ده رباني وتربى في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده يا راجل زي ما قلت لك في أول حلقة ده من شدة تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن إكرام الله تعالى له أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة قعد مع النبي عشر سنين ما سبوش آيم نايم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داخل خارج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عاش مع النبي وكل مع النبي وشرب مع النبي وخدم على النبي ونام مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أي نام بجواره يعني أو نام عنده في داره أو نام عنده في قريب منه وهاجر مع النبي وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع سيد بن نبي حتى أخر نفس في حياته عنده علم كثير فتلميذ بيرجع بقى لهذا الشيخ الرباني وقال له اشتكيت يا أبا حمزة قال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم الفايدة الخلاصة لاحظ هنا سيدنا أنس بن مالك ما سألوش هو أنت ايه اشتكيت من ايه يعني ما سألوش مالك فيه ايه بالضبط ما سألوش ايه اللي عندك ايه الوجع اللي عندك لم يفصل وتركوا الاستطراط في السؤال هذا يعده من الأدب العالي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني أنا لا يعنيني مما يشتكي وإنما يعنيني أنه يشتكي طب أنا أفيده بقى بايه سواء بقى دماغه اللي وجعاه رجله اللي وجعاه كتفه اللي وجعه ظهره اللي وجعه أي أن كان الوجع اللي عنده بطنه اللي وجعاه أي أن كان أي وجع عنده المهم من الرجل ده بيتوجع طب نفيده إزاي بقى يبقى مش الفايدة أن أنا قاعد أسأله طب وإمتى وإزاي ومن إمتى ورحت إيه فين وعملت إيه وخدت إيه لا وإنما هنا دور بقى العالم الرباني أم موجهه للشرع على طول وجاب له من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى أرقيخ برقية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي أقدر عليه هو سيدنا أنا أسكن طبيب ولا معروف بالطب لا لم يكن طبيبا ولم يكن معروفا بالطب يبقى أنا مش هسأل على محل الوجع فين ولا أصل الوجع فين لأن هذا لا يشغلني ولا يهمني وإنما أنا بقى كعالم رباني وصحابة ربيت في بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا رفيدك بتعويذ من التعويذات النبوية المباركة كان يكثر رسول كان رسول الله يكثر منها وكان يستعملها وعلمها لأنس قال له علمني إلئيني قال بلى فقال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقنا حفظتها يا أحباب ولا عيد تاني طب عيد كما مرة عشان نتأكد كده أن أولادنا الصغيرين اللي قاعدين دول اللي بيسمعونا دلوقتي أنهم ما حفظوها قولوا بقى معايا قول معايا اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما دي تعويذة من التعوذات النبوية من السنة أن إحنا نستعملها لما نبقى موجوعين وأيضا من السنة أن تضع يدك في موضع الألم أو الواجع بطنك واجعك حط إيدك كده على بطنك سدرك واجعك حط إيدك على سدرك قلبك واجعك حط إيدك على قلبك دماغك مصدع واجعك حط إيدك على دماغك امسك الناصية هكذا ورقي نفسك أو لو أنت حترقي حد من السنة أن تضع يدك على موضع الألم إذا كان راجل أما إذا كانت امرأة فلا تفعل هذا يعني مش راجل حيرقي بقى امرأة يقوم يحطي إيده على المنطقة اللي واجعها لا ده الكلام ده لما يكون الراقي رجل وبيرقي رجل أو انت هترقي نفسك ضع يدك على موضع الواجع وارقي نفسك برقية رسول الله وقول اللهم رب الناس مذهب البس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما روح للطبيب روح للمستشفى علشان تكشف وتعمل إشعاتك وتحليلك وتعرف علاجك وتاخد بالأسباب وخد الدواء في معاده واستعمل أيضا التعوذات النبوية واستعمل أيضا القرآن في الاستشفاء فإن خير ما يستشفى به كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا ما بنقولش للناس يا جماعة ناموا في السرائر وما تروحوش للأطباء وما تاخدوش علاج وبس خد التعويذة دي من سيدنا النبي أو الآية دي كررها وبس على كده سنتنتفع بهذا لا خد بالأسباب روح للأطباء وانتفع بما عندهم بتشخصتهم وتحليلهم وعلاجاتهم وربنا يعافيني ويعافيك يا كريم اللهم أمين يا رب العالمين وفي نفس الوقت خد برضو بالأسباب ولا تنسى أن الله هو الشافي جل جلال الله وارق نفسك بالقرآن وبالتعوذات النبوية وأنا سأذكركم ببعض الآيات وببعض تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم فمن الآيات الفاتحة سورة الفاتحة اللي كلنا حفظينها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صورة الفاتحة دي العلماء بيسموها الكافية الشافية تكفيك ما أهمك وما أحزنك وما أوجعك شافية تكون سبب في شفائك وعافيتك إن شاء الله لو مش حافظ من القرآن صور كتيرة أذكرك وقولك حافظ صورة الفاتحة صورة الفاتحة دي شفاء أنت غافل عن صورة الفاتحة إزاي؟ تناسي صورة الفاتحة إزاي؟ ما بتقرأش صورة الفاتحة إيه؟ ما بتحط إيدك على موضع الوجع في جسمك وتقرأ صورة الفاتحة لاما بترقيش نفسك بالفاتحة ايه؟ ارق نفسك بالفاتحة يا حبيب الفتحة ايتي الكرسي الآية 2254 سورة البقرة الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنات ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي لو مش حفظها حفظها حتحتاجها ارقي نفسك بآية الكرسي ارقي ولادك بآية الكرسي ارقي زوجتك بآية الكرسي ارقي والديك بآية الكرسي ارقي صاحبك أقاربك بآية الكرسي يبقى الفتحة آية الكرسي مهمة جدا في الرقية أخر آيتين في سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاة آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي إلى آخر السورة الآن 285 و 286 في سورة البقرة وهناك آيات اجتهد العلماء في تحديدها وفي اجتهادهم هذا يعني هذا محض اجتهاد من السادة العلماء مثلا كمثل آيات سورة يونس الآية 81 كمثل آيات سورة الأعراف من الآية 116 إلى 122 كمثل الآية 63 سورة طه ويستعملون هذه الآيات في رقية الممسوس أو المسحور وأيضا المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس السورتين دول اسمهم المعوذتان مهمين جدا جدا في علاج الأمراض والأوجاع أيا كان بقى يبقى بنستعب بنمشي مع الطب والدواء وفي نفس الوقت مش ناسي إن فيه كلام ربنا وفيه شفاء قال الله وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فالقرآن فيه شفاء شفاء ورحمة لأهل الإيمان أمثلكم يا أحباب فتداووا بكلام الله أحسن الكلام أطهر الكلام أغلى الكلام كلام الله تداوى بكلام الله حط إيدك على المكان اللي واجعك وإقرأ الفاتحة أو آية الكرسي أو خواتيم البقرة أو ما تأسر من القرآن أو المعوذتين وسل الله أن يعافيك واحفظ بعض الأدعية النبوية ومن هذه التعويذة المباركة اللي وصانا بها سيدنا أناس وقال دي رقية سيدنا النبي اللي كان بيرقي بها نفسه أو يرقي بها أحبابه اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ومن التعوذات النبوية أيضا أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة وأيضا من التعوذات النبوية حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم وأيضا من التعوذات النبوية أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وأيضا من التعوذات النبوية أنه كان يضع يده على موضع الوجع ويقول بسم الله ثلاث مرات بسم الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر فالنهاردة أي حد من إخواننا وأحبابنا وأبائنا لو عنده أي حاجة وجعه حط ييدك على المكان اللي فيه وجع لانت حاسس اللي فيه وجع وأقول بسم الله ثلاث مرات وأقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأيضا من تعوذات النبوية صلى الله عليه وسلم بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يعني إيه كلام ده بسم الله بسم الله تعالى الشاف المعافي بريقة بعضنا كان يأخذ من ريق يا كذا ويضع على مكان الوجع مثلا ودماغ واجع يأخذ بريق يا كذا وريق النبي طاهر ويجوز أن يفعل هذا بعض الصالحين أو من نظن بهم الصلاح كان النبي يفعل هذا يأخذ شاء من ريقي ويضعه على مكان الوجع ويقول بسم الله بريقة بعضنا يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام بتربة أرضنا أي بتربة هذه الأرض فأنا وأنت خلقنا من تراب بتربة أرضنا وبعض العلماء قالوا بتربة أرضنا يقصد تربة المدينة فتراب المدينة بركة بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا يعني يشفى هذا الموجوع بإذن ربنا فسيدنا النبي بيرجعنا إلى صحيح الاعتقاد وهو أن تعتقد أن الشافي هو الله يبقى مش الدوى هو اللي حيشفيك مش الدكتور هو لا يشفيك مش الصيدلاني هو لا يشفيك مش الشيخ اللي حيرقيق هو اللي حيشفيك وإنما الشافي هو الله وإذا مرضت فهو يشفين جل جلال الله من السنة أن الراقي والمرقي بقولتين على طهارة يا أحباب يعني لو حترقي حد توضى وإن صح أنه كمان يجدد وضوء قبل لما أنت ترقيه حتى ينتفع بهذه الرقية ومن السنة أن تكون هذه الرقية من الكتاب أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال لبأس بالرقى ما لم تكن شركا وأيضا من السنة أن استعمل فيها بعض أسماء الله تعالى وصفاته وأيضا من السنة في الرقية أن يكون هذا الراقي من الصالحين لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين فمش أي حد يرئيك لذلك العلماء قالوا لا يجوز للكافر أن يرقي المسلم لكن يجوز العكس يجوز أن المسلم يرقي الكافر وهذا كما صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه حين رقوا سيد الحي وكان كافرا فواحد من الصحابة رقى واحده وكان سيد الحي وكان كافرا وبسيد النبي أقرهم على هذا يبقى يجوز للمسلم الصالح أن يرقي غير المسلم لكن لا يجوز لغير المسلم بل لا يجوز للفاجر أن يرقي أحدا لأن الأصل في الرقية كأنها شفاعة عند الله عز وجل وطلبا للدعاء بشفاء هذا الموجوع وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه يا أحباب أنه لا بأس بالنفث في الرقية يعني كان رسول الله ينفث يعني ينفخ نفخا خفيفا إن لم يكن هناك وباء وإن لم يكن هناك أمر بالاحتراز عن هذا النفس لكن من السنة وإنت بترقي تنفث تخرج كده نفخ خفيف أو تقرأ على الماء فيجوز القراءة على الماء واستعمال هذا الماء المقرؤ عليه في الشرب أو في الاغتسال ينفع أن نحن نقرأ على الماء القرآن ونشرب منه ونغتسل منه وننفث في هذا الماء وهذا النفس النفس اللي خارج ده مع القراءة مع قراءة الآية القرآنية فيه بركة إن شاء الله وأيضا من السنة يا أحباب أن يجهر الراقي بالرقية حتى يخشع ويزدد خشوعه ويخشع أيضا المرقي اللي بيسمع الرقية ده اللي بيترقي يسمع الرقية جهرا بصوت هو يسمعه مش شرط يكون صوت جهوري عالي وإنما صوت مسموع يبقى أنا أجهر بالرقية فيطمئن المرقي لأن هذا الكلام من كلام الله أو من كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وينتفع ويخشع لما يسمع آيات ربنا أو يسمع بعض التعاوذات النبوية ومن السنة حسن الاستعان بالله وتعظيمه جل جلاله ومن السنة أن لا يكون في هذه الرقية توسل بأحد من الملائكة أو بالجن كما يفعل بعض الجهال أو بعض الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله أنه ينادي على بعض الملائكة أو ينادي على بعض الجن بأسمائهم من ببء أن يتناوبوا على هذا المريض فيكونوا سببا في علاجه وهذا يعد من الشرك والبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنما ناجي الله سل الله بأسمائه وصفاته أن يسلم ويعافي ومن السنة يا أحباب أن ندعو هذا المريض إلى الله إن كان بعيدا عن الله أو إن كان مذنبا فنقربه من الله نتوّبه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الوقت فاتبنا بسرعة خلوني أختم في نص دقيقة أذكر نفسي وإياكم بهذه القصة المباركة قصة رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الطب باب رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارس عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت بلى فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقم الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر